نروح لمطش آيكس أمستردام وبانفيكا وبرضه المباراة دي كانت انتهت في بورتغال بنتيجة 2-2 ساعده الإيجابي فكان نوعا ما آيكس على ملعبه يا جماعة فرق آيكس على طول يمشي من عنده مهما يمشي أسماءه ونجوم خده كده في المسلمين ثلاثة الأخرانين كم نجم كبير اتنقل من آيكس أمستردام وراحوا أهم الأندية في أوروبا ومزالت الحقيقة الفرقة عندها قدرة على إفراز مواهب جديدة صعبة قوي أنك تقبل أنه يخسر من بنفيكا كمان نقبل ده أنه يخسر مثلا من سيتي على ملعبه يخسر من ليفر بول على ملعبه يخسر من بي أجي على ملعبه لكن يخسر من بنفيكا على ملعبه هو متعدل 2-2 كانت برضو واحدة من المفاجآت نروح لأرقامة فاروق بنفيكا قدر يكسب 1-0 برأسية لداروين ونيز من خطأ من الحارس الكاميروني ونانا في الخروج في كرة عرضية الاستحواز يعني 31% لفريق الخسران مقابل 69% لأيكس طبعا عدد التصويبات 16 تصويبة 16 تصويبة منهم بس 2 على المرمى ورغم كده الفريق اللي صاوب تصويبة واحدة على المرمى قدر منها يساكل الهدف الوحيد إنقاذ الحراس مفيش ولا إنقاذ لأيكس إنقاذين لحارس بنفيكا نسبة التمريرات 84% مقابل 65% لو شفنا عدد التمريرات 596 تمريرة لأيكس مقابل 277 تمريرة لبنفيكا ده 2.5 يعني تقريبا حوالي 60% من المباراة رايحة للأيكس المراوغات 48% نسبتها مقابل 33% العرضيات 11 عرضية صحيحة بنسبة 29% لأيكس 57% لبنفيكا والركنيات 10 ركنيات لأيكس مقدروش يستغلوهم مقابل 4 ركنيات ويمكن الماتشات انبارح الثاني المدربين أو الماتشات الدور تمنى نهاية الثاني المدربين المرشحين لتدريب منشستر نايتد 10 هاج سواء موريسي و بوتيتينو أو 10 هاج خرجوا من الاثنين باي باي آآ يمكن شوية لما خرج بوتيتينيو من ريال مادريد ضد ريال مادريد قالوا أنه هو استبعد من تدريب منشستر نايتد بعد الإخفاق الأخير لأن منشستر نايتد مش حملة يجيب مدرب بيمر بإخفاق فقاله تين هاج هو المدرب المرشح بص بص أقول لك حاجة لاحظ كده معي القصة في بي أس جي مش قصة مدير فن يعني كان عندهم قناية أمري وفشل وميشي ده كلام اللي أنهي الريمونتادة بتاعت برشلونة لما خسروا بخمسة في فرنسا وراحوا كذبوا شتة في برشلونة توماس طوخن ميشي من عند بي أس جي خد كارلو أنشلوتي واحد من أنجح المدربين في تاريخ أوروبا وحالية بوتشتينو يعني معتقد أن القصة عندهم مش قادرين يفهموا أنها مش أبداً اسم الموديل الفني هيجيبوا زيدان لأ قصة فيها تفاصيل تانية كتير جداً ومش قصة أسماء العبين برضو يا فاروق لا أي مدرب يظلم نفسه لو راح أدرب مجموعة كبيرة من النجوم أنا ممكن أدرب فرقة فيها نجمة أو اتنين نجوم قال إحنا بنكلم عليهم ميجا ستارز لك ما ينفعش أدرب فرقة في كل خط في اتنين ثلاثة ميجا ستارز موجودين ده بيأثر على لأن احنا شفنا في ضد ريال مدريد فيه سلاسي في الأمام قال لك سلاسي I don't care اللي هو السلاسي أنا مش مهتم بأي حاجة أنا لا بضغط ولا برجع دافع ولا لي أدوار دفاعية والمدرب هيطلب من ميسي يدفع ميسي يعني احنا شفنا الصدمات اللي كانت في البداية ما بينه ما بين بوتشتينو لو ما خرجوا في المباراة وبوتشتينو يتعرض للانتقاد الكبير من الصحافة الفرنسية اللي هي دلوقتي بتنتقد ليونيل ميسي والجمهير اللي صفرت صفرات الاستهجان في المباراة بوردو على نمارو وميسي رغم ان هما ما صفروش صفرات الاستهجان دي على امبابيو دي كانت محاولة منهم اللي يرضى امبابيو ان هو يجدد اشتركوا في القناة